وبما طبعا تحدثت عن الفيديوهات دولالد ترامب تويتس مجرد التغريدات ويصبح رئيسا للجمهورية كانت الأسازة لنا أشارت إلى كان هناك نصف مليون روبوت أيضا يغردون نيابة عن والتالي في زكاء اصطناعي كانوا يغردون نعم كان يغرد نيابة عن دولالد ترامب الكثير من المعاهد هذا المعلومي هذه نعم أنا كتبت عنها قبل فوزه بالانتخابات أن علماء المعلومات يتنبون فوزه حتى عندما كان أغلب الإعلام وأغلب القوى السياسية تعتقد العكس لماذا؟ لأن عند قياس عدد الروبوتات والذكاء الصناعي الذي كان يستخدم لحملة دولالد ترامب على تويتر وفي أماكن مختلفة كان واضح أنه سيفوز السيدة لنا كانت تشكك منذ قليل بفكرة الديمقراطية بشكل عام لكن أيضا بأن هذه الديمقراطية أصبحت أسيرة هذه المعلومات كم المعلومات التي يؤثر على نزاج الناس هل لديك هذا الشعور أيضا؟ يعني أنا بالنسبة لي والكثيرين الديمقراطية الموجودة حاليا والتي نحددها الديمقراطية الغربية الديمقراطية العلمانية الغربية هي أفضل ما توصل إليه الإنسان حتى الآن بغد النظر عن ليست ولكنها ليست مثالية ستمر يعني مع هذه السنوات القادمة ستمر بتحديات كبرى طبعا أكثر من رأى من الشعبوية وظواهر مختلفة حول العالم هي ردود فعل لآثار التكنولوجيا الاقتصادية والسياسية بالدرجة الأولى الديمقراطية نفسها لا وغم أن هذه الشعبوية تستخدم هذه التكنولوجيا نعم هي تستخدمها ولكن هي بنفس الوقت هي تستخدم الأداء التي يعني خلينا نقول بأينا كوسين التي تذبحها أيضا لأن مثلا فقط شيء بسيط مثلا أغلب هذه خصوصا في موضوع البريكزيت وغيره هناك هذه القوى العنصرية واليمينية التي استطاعت استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لإصار رسائلها ولتجميع أنفسها ولكن هي مع الوقت ستكون تحت معصرة هذا التواصل الذي سيصهرها من جديد لتصبح أكثر يعني تقبلا وأكثر انفتاحا على العالم مثلا في أوروبا في البداية كانت كل هذه القوى اليمينية وبعضها فاشية في محلية هي في بريطانيا في الدانيمارك الآن بدأت تنسك باستعمال الشبكات التواصل الاجتماعي بدأت تنسك فيما بينها على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي قريبا سوف يكون هناك يعني إدراك عند الكثير أننا لسنا فقط بريطانيين بش نحن بريطانيين وأوروبيين وناس الجميع يتم صهره حاليا في هذه الساعة تكنولوجية بديل عن الساعة الجينية فهي مسألة وقت ما نرى هو يعني ردود فعل وصراع بين يعني بين عدة أنظمة مثلا نظام سابق منذ الامبراطورية الرومانية حتى الآن كان مبني على الهيركي على الأنظمة العمودية أنا دائما أو الهرمي كان هناك امبراطور وتحته وزراء وتحته الآن هناك النظام الأفقي ليس عمودي بالتالي والنظام الأفقي طبعا معناه متعب خصوصا عندما إذا كنت تحاول بأي مانا أفقي أفقي أنهم يعتمد على شبكات ممتدة أفقيا لا تعرف يعني مثلا خذ ما يتم تداوله الآن عن الانتفاضة السودانية لنسميها الانتفاضة السودانية لا أحد يقودها لا يبدو أن أحد يتحكم بها أو سترات السفر فيه أو سترات السفر هذا هو نظام أفقي فقط لأننا لا نستطيع أن نحدد حسب النظام السابق من هو القائد ومن هو الملهم ليست هي بالضرورة فوضوية وليست بالضرورة بشكل سيئ